طيب خلي اسألك سؤال كده يعني شايف انه بيقع على عطق زكريا الوردي وابراهيم انا داي مسئولية كبيرة لما الجماهير تبتدي تقارنهم بأشرب من شرقي؟ أكيد أكيد زكريا الوردي من دوقتي بيقارن بناس كتير يعني بدأ فيه ناس تتكلم انه هو فرجاني سياسي وهو نفسه على فكرة حط نفسه في الحتة دي يعني لو بصين على أداية واصل الفترة اللي فاتت اتلاقي زكريا الوردي نفسه حطت نفسه في الحتة دي يعني هو مثلا زكريا الوردي على مستوى اللعب في نص الملعب لعيب حلو جدا وارتكاز رائع وبيقطع الكورة بشكل كويس قوي خفيف رعيب خفيف مش واقف على رجله وقف على رجله قصدي مش واقف على رجله مش ثابت يعني فيه لعيبة بتقف على رجلها رجلها بتتمصمر في الأرض ما بيعرفش يجي يترقص بتاعها هو مش عايز يترقص بس ممكن لعيب ياخده ويجري خلاص هو مش عارف يجيبه لا هو لعيب واقف على رجله ولكن رجله خفيفة بيعرف يغير تجاه الجسمه كويس جدا بيعرف يعطي على الكورة كويس جدا بيعرف يطلع بالكورة ويطلع للعيبة بشكل كويس جدا لكن هو ضاغت نفسه في الشق الهجومي انه عايز يجيب جول هو ضاغت على نفسه وده اللي تسبب في ضياع فرصة مؤكدة مبالح اللي بتاعة الرقصية اللي جابه فوق العرضة بزبت وكان فيه في مواطش اللي قبله ورده كان فيه نفس الكلام في مواطش فلمبو كان فيه أكتر من فرصة في زكريه الورد يضيعه هو ضاغت على نفسه وعايز يجيب جول هو حطت نفسه في الحتة بتاعت فرجاني أنا عايز أعمل حاجة فطبعا لأ ده ضغط كبير جدا بريمان ده اعتقد بالشكل اللي أنا شفته هو مش حطت نفسه في مقارنات محد هو مرايح نفسه وعايز يثبت نفسه وعايز يثبت وجوده بدليل هو اللعيب من أول دقيقة اللي حد آخر دقيقة بيشارك فيها هو بيجري طول المواطش بيحاول إيه يقدم اللي عليه كويس جدا عينه حلوة في الملعب بيعرف يساعة زمايه كويس قوي مش أناني دايما اللعيب اللي بيبقى أنا لو اللعيب جيت اتحطيت في مكان لعيب كان راجل هداف وعمل فأنا عايز أثبت عايز أخط بقى جول أه أنا عايز أحط جول وعايز أرقص ترئيسة كده وعايز أعمل كده وعايز أحط جول لا إحنا مش شفناش من ده من إبراهيم أنا ده خالص الراجل بيحاول يلعب الكرة اللي تساعد الفرقة الكرة اللي تدي الفرقة أدفانتج جنومي حط جول فهو لأ أنا مش شايف إن ده هيؤثر عليه ولكن أعتقد زكريا الوردي هو اللي حطت نفسه فيها محتاج زكريا الوردي يعني آه ياخد الموضوع بشكل إنه هو منافسة لكن ما تقلبش معاه منافسة سلبية بزبط إن أنا مضغوط قوي ولازم ما بان بالطريقة دي فيقلب معاه زي اللي شوف المبارك إمام مثلا كان في الفرقة هو اللي كان قاعد لفرجاني ساسي عالدكة ولما فرجاني ميشي وإمام لعب ما شفتش إمام حط نفسه في البرمج ما معرف يستغل المشايان ساسي بشكل لصالحه كان عارف إمكانياته صح كان عارف إمكانياته ومشت فيها جده هو كان بس محتاج فرصة يمكن مشايان ساسي ده اللي خلى الفرصة تبقى قدام إمام عشور وإمام عشور أصلا من ساعتها ابتالي حس بنطجه يعني فاكر إمام عشور من الأول عايز أقولك يا والله إن ده خدمنا مشاين فرجاني ساسي ده خدم الزمالك أكتر مضر والله عظيم بإنه وده فرصة لإمام إنه هو يظهر بشكل بضبط ويحس إمام بالمكان اللي هو خدها لإمام في الأول كنا يمكن بالله منه حركات سبيانية وقلت لها نقول يعني مبرحة ومش عرف أي دلوقتي بقينا نشوف إمام ماسك الدنيا قائد أصلا في الملعب فيه تغييرات كده أو فيه غيابات بتخلينا فجأة نكتسب زي برضو الناشئين في الموسم اللي فات مين تخيل إنه إحنا ممكن بلايك فرصة إيقاف القد ده خدمة عملها الفيفا للزمالك خدمة كبيرة جد خلينا نحس إنه إحنا في أصعب الظروف برضو نحن نقول